ديو عسليم ومرحبا بيناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا طوام ماضي ثلاثة وسبعة دقائق إن شاء الله كل عام وطمحين بألف مليون خير ذي ألو إيافهم سبيسيال سنتي في العام جديد برعاية ميت بونتين أو الموقع الطبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيها أقربة بيبليك وتخدم معه موعد على الانترنت وتنجموزيدة تتفرجوا في الليميسيون مباشرة على موقع ميت بونتين وتنجموزيدة تخليوا الأسألة متاعكم سينو وتنجموزيدة تكلموهن على الوحد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف موضوعنا اليوم هو الولادة القيصرية والأسيزاريين وحاضر بحدينا دكتور خالد بودراع تبيب مقتص في أمراض النساء والتوليد والمساعدة على الأنجاب إذا كان عندكم أسهل في الموضوع ديو مرحبا بتليفونيتكم على الوحد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف دكتور مرحبا بيك بحدينا في إيافهم عايشة كلا يخليك دكتور احنا اليوم بش نحكيو على الولادة القيصرية اللي يعرفوها العبادة السيزاريين الولادة عن طريق السيزاريين دونك احنا بش نحكيو شني هي العملية هذية ولا طريقة الولادة هذية عليش ننتجولها ووقتيش نلتجولها اسكو عمدا ديز انديكاسيون معاينين بغبوغ لصحة المرأة وإلا لصحة اللابيبي اسكو فيها مضاعفة تفهم أفكار خاطئة شوية على العملية هذية وكثرت اللجوء لها تواطن نحاولو نصلحوها من هنا حتى تكشل الاربع متعلاشية احنا هبطنا اليش راعتونسي وسألنهم بلوز موشنو ويعرفو على العملية الجراحية هذية نسو موشنو قاربا نجيوبو عملية القيصرية برشا نسايل تشقولها باش ما يحسوش وجيعة الولادة الطبيعية سيخطول ابنت لي معارسين جدود يبدوا خايفين من الولادة نسايل يعندو ميزان زيد يقولوا انو رحم يبدو مشح يذي حاجة صعبة لولادة العادية أما ينسيو اللي العملية القيصرية تقلق برشا بعض الولادة خاصة نجي متعمل أضرار فرحم وتبقى مدة كبيرة متتحركش خطر لغروز ما يتلموش في ساعة حالات اللي يعملوا فيها الولادة القيصرية نعرف كي تبدأ فهم المرأة كي تحبل تبدأ كبيرة في العمر عندك زيد الميزان ازاي ناجم يخلي يعملوا في غاسوا سيزاغين كيف كيف فهم كتبدأ الليتام بتاع البيبي كم زي في كرشو ما ما هيش تباهي نوع كي يطلب عملية قيصرية الولادة القيصرية تناجم تسيل فهم وضعفات تخلي المرمى على شتيح بالمرة الأخرى أنا حاسب رأي إنو صحيح الولادة طبيعية فيها برشا وجيعة أما وجيعة تكون حد أحد أولادة فخانت حاسب تجربتي أنا الولادة السيزاغين فيها برشا معاناة الجرح تحبله ستة شهر بشي تلم ما تتحركش كي ما تحب ما تطلعش الدروج وتهبت كيف ما تحب أون بلوس المرأة إذا تحب بتعاود تحبل مرة أخرى لازم هتستنى عامين أوك بالولادة الطبيعية تناجم تحبل بعض وداق سيراء حاجة أخرى يظهر لي إذا تتاوى الطب يستسهلوا السيزاغين سواء المرأة استحق ولا مستحقش ديجا أغلبيتهم تتسعين بالمئة من سي عرفو ذات الولادة برشا نسيتو تسألها تقولها مقدش بشتولت معاش تقولك حتى ربي سهل يجيني الحس سيبو وراني فدات الفلتالية وراني حضرت الأمور وريقلت لها أمورها دونك فان برشا نسيتو يمشي في بيلهم خاطر يمكن في بيلهم اللي السيزارين أسهل برشا على طبيب من خير من يقعد يستنيها هي حتى لين يجي الحس وحتى لين في التخفاية تتعبو كل شي دونك احنا تو نفسر النقطة هذية بعد اسكو صحيحة وإلى لما هيت ملو دجا نفسر الموضوع في حد ديتو شني هي دجاها العملية الولادة القيصرية هذي شكرا هاجر دونك الولادة القيصرية هي شنية هي إجراء فهمتني يتم إجراء جراحي يتم بواسطة مساعدة الأم على الولادة عبر شق على مستوى البطن وعلى مستوى الرحم شق جراحي على مستوى البطن وعلى رحم وهذه نلجأ لها عندما تتعثر الولادة الطبيعية أو تستحيل معنى تكون غير ممكنة فهمتني والهدف منها معنى أن نعملوها كتعويض للولادة الطبيعية المهبلية معنى عندما الولادة الطبيعية المهبلية تشكل اختر على صحة الجنين أو صحة الأم أو صحتهم لاثنين معا هذا هو الإطار الطبي اللي تصير فيه العملية القيصرية هذه فهي إجراء جراحي هي عملية جراحية بكل ما في الكلمة من معنى تستجيب لكافة قوانين الجراحة تصير في قاعة عمليات بعد تخدير نجمي يكون عام ولا نجمي يكون موضعي معناها تستجيب كافة قوانين الجراحة بيه قل قايل واختيش نعملو تخدير اهم واختيش نعملو اشتر بونج خالي قلنوا احنا ملوطة بش العباد دات ناجم تفهم خاطر جين اغان موال عباد يعرفوا اللي هي اه اشتر اللوطان يكا هو هو اللي يتبنش واختيش نجمو نعملو تخدير اهم اهنا نعطيك منا لمحة تاريخية اهنا خطر انا ماذا لمن اه عاصرت الفترة اللي كنا فيها في تونس مثلا ما انا عملو العملية القيصرية كلش بالبونج العام اهه ما كانتش موجودة لانستزيلو كورجيونال ماذا في مركز التوليد وطب الرضيع دونلوطان فهمني كنا كانت كلها تصير بالبونج العام حسن التطورات ومعناها وهذا من حسن الحظ تطورات خاصة في تقنيات التخدير فهمني اللي رجعت العملية هذه اكثر سلامة واكثر امان لانستزيلو كورجيونال في السيزاريين معناها هو سينطون في بوكو دو غيسك في برشة مخاطر الانتوباسيون تبدأ صعيبة المرأة خاصة اذا كان عندها معناها توكسيمية معناها غلط دم وكذا فهمنفاخ يصير على مستوى الوجه والحلق وكل شيء دونك الانتوباسيون تبدأ صعيبة معناها فما وقت معين يجب مش نتجاوزوه للانتوباسيون الانتوباسيون تكون صعيبة يجب يكون المختص في التخدير يكون معنا الانسان عنده خبرة كبيرة في الحاجات هذوما معناها فما تقني معينة في الانستيزيين فما غيسك دوريجورجيتاشون معناها أنه تبلع المليسيكريسيون متاع الاستوماء وتدخل في الرويري وهذه كانت تحدث معناها ديزانفكشون وانساندروم دينالاسيون وكل شيء اللي نجب يعكر صحة الأم من بعد الانستيزيين هي بيدها رغم اللي كونها معناها ما نحطوش مكثر الانستيزيين في اللول أما نعملوها بعد ما يخرج الصغير ولكن رغم ذلك يخرج الصغير راقد من تحت تأثير البنج العام لما تطور التقنيات التخدير وكل شيء ولينا نعملو أكثر البنج معناها اللوكورجيونال الموضوعي فمني كوسسوا إن بيريدوغال إذا كان الاتجاه الأول هو أنها باش تولد ولادة طبيعية وقت اللي يوصل للكول اللي يتحلل ثلاثة سانتي نعملو البييريدوغال ونواصلوها ولكن إذا كان لجأنا بصورة طارقة للسيزيين مثلا إذا كان ذائق الجنينية الشديدة للسفرانس فتال معناها الرزق للسفرانس فتال وقت اللي نبضات بتاع القلب بتاع الزرير ينقصوا وليون أني أبليجي دباسي على السيزيين وقتها نتransفورم هذه البييريدوغال نزيدو جسد نريانجيكشن وتولي معناها تقوم نعملو السيزيين سو ببييريدوغال وإلا إذا كانها مبارمجة أفروع معناها السيزيين من الأول نعملو سكونابل غشي أنيستيزي اللي هي إنجيكشن تصير تشدنا ساعتين معناها ما يكفي ساعتين تخدير يكون فيه تخدير الاشتر اللطاني كل التخدير هذاك يعني ستون أنيستيزي معناها تشعر باللمس معناها ولكن الإحساس بالألم يتنحى ومتنجمش تحرك بالطبيعة الاشتر اللطاني بسفة عام هذا يخلي أنه الأم معناها تكون فايقة لوسيد في أثناء الأثناء العملية وتنجم تشوف ولادة ابنها ولا بنتها فهمتني والمخاطر نقصة ياسر معناها بواسطة معناها التقنيات هذه بتاع التمليج إذا ونتي تعرف معناها ساعات نسي في السيزاغيان طوحنا ساعات ما شكون لام في الميكرو تخطو على طب هما يطلبوا وما ساعات يدول يفهم منسي هي اللي تطلب تقول نحب نولد سيزاغيان وما بنزيد طلبية تقول إن أبدا ما نشوف شي ما نحس بشي ما دبي ما نفيق بشي كان بتطفل في يدي أسكو فزاب لزيدة معنش ما تاخدوا بخاطر ما يدول في الميتين فماش حال لازم هتاخدوا بالخاطر ما تصير إن تعمل تخدير عام على خاطر هي تحبك لا 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 ما نفسروا لها خاطر فمو برشا برشا طوحات سمعتوا في الميكرو تخطوها فمو برشا أفكار معنها ما هيش صحيحة فهمني هذا الهدف الهدف هو تصحيح المفاهيم هذه مثلا معنها سيفغي مثلا تقول تستخيل اللي كون البنج العام خير ولا تفسر لها اللي كون راه المخاطر بتاع البنج العام كبيرة يسر كنا نفقد ونفقد صغار نتيجة البنج العام مش لعبة معنها فهمت ما نجموش نرجعوا للعصر فهمني للعصور ما نجمش واحد فهمت في عهد الصوارخ والطيارات يرجع فهمتي يمشي على الحصان ها كاكة بالضبط فهمت مش ممكن هذي من ناحية وقت لتفسر لها وتفهمها لي ازا راو وكل شي تولي تمشي معاك كيف كيف بالنسبة للاختيار أو طلب السيزارين سيزارين معناها عند الطلب هذو الحقيقة فهمتني معناها يتناقشوا يتناقشوا وإحنا نتعرضونهم يوميا في الخدمة بتاعنا هما ناجين أساسا على تخوف معين فهمتني الخوف كما قالوا السئلتهم الخوف من الولادة الطبيعية الخوف من الألم من وكل شي ماشي 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 في بالو كيف كيف بش يعمل السيزارين مفهم ماشي دولاغ فهمتني وربما الدولاغ تكون أكثر في السيزارين خطر معناها جراحي مفهمتني خاصة بعد الولادة فهمتني لكن تقعد ديمة اللي بالنسب نقعده في الإطار الطبي وقت اللي نفسر للمريضة معناها اللي هو إجراء جراحي اللي هي عملية جراحية اللي هي عندها وعندها تأثيرات وكذا فهمتني خاصة لما صحتها ما تستدعيش أن نلجأ للإجراء هذائي فهمتني ونبدأوا في النقاش هذا على بكري مثلا في الأشرة في متابعة الحمل في الأشرة الرابع الخامس وكذا ونحاول أن التخوفات بتاعها هذيك الكل نحاول نبدو هالها بشوي بشوي نصلوا في الأخر إلى قرار أنها تكون متشجعة الولادة الطبيعية وكل شك نحن هابش نحكي عن بعد وقتش زمنا نعمل وولادة قيصرية كيف تصير شما المخاطر من الولادة هذية خطرة بخطوك مع أي عمل جراحية عند المخاطر متاحة عاود ذكركم الموضوع اليوم هو الولادة القيصرية وإلا السيزاغيين وحضر بحضان دكتور خالد بودراع طبيب مختص في أمراض النساء وتوليد والمساعد على الأنجاب مرحبا بتليفونيتكم على 31 30 جديد مكاملين الولادة القيصرية هذية ما هيت بلوزومون فاسروهم المراحل متاحة كيفاش تصير شكرا نهاجر المراحل بتاع العملية القيصرية بتبات الحال فما التحذير يصير في عيادة الشهر الثامن أو بداية التاسعة فهمني مش نشوف قرار نشوف فيه في العيادة هذيك قرار طريقة التوليد إذا كان معناها من التجين نحو مثلا ولادة قيصرية فهمتني فنحاول أن نعمل معناها ديزاناليز اللي لازمين اللي يستحقم طبيب التخدير فاصلة الدم يونانفاس باش نشوف فقر الدم عدد الصفائح لزيليمان بتاع تخفر الدم معنا التي بي تي سي كا لزيليمان بتاع تعفونات بخلاب من فيجنال انكزام ديزيوغين هذو بعض العناصر بالطبيعة فهمتني ونعمل ونعمل الايكوغافي زادة نشوف فيها المعطيات لتهم الجنين معناها حجم الجنين الوزن المتوقع عند الجنين هذاك حاجة مهمة في الانتيسيباسيون ومن بعد حتى في إجراء العملية وضعية الجنين المشيمة وضعية المشيمة كمية الماء اللامنيوسي فهمتني هذو ما كله معناها عناصر مهمة في قرار قرار الولادة وبالطبيعة فمفحص سريري يصير على مستوى الحوض وعلى مستوى وفحص جنغال بالنسبة للوم بصفة عام على الضوء هذك أنا تابليس كنا نبال إن لاتر دا كوشمان ونعملوا موعد يكون عادة في التسعة وثلاثين أسبوع مش قبل الموعد هذا يجب يكون معناها معناها موعد فهمتني لأن خاصة في السيزريان المبرمجي باش ما معناها نحضوش دا فصان ياتروجان أنا كوشمان بريماتوري مهم ياسر المتابعة دقيقة الحمل مهم ياسر الإيكوغرافية بتاع الثلاثي الأول اللي يكون فيها تحديد الولادة بصفة معناها بريسيز ونبعثوا الطبيب المريض بوغ إن كون يكون يمشي يشوف ها طبيب التبنيج اللي يفسر له طريقة التبنيج اللي يزيد يشوف ماش حاجات تطلب أن نعدلوها قبل الولادة فهمتني مثلا إذا كان فهم ينانيمي في بعض حالات نعملو نزيد الحديد معناها في الأوعية معناها في بعض الحالات الأخرى معناها اللي نتوقع فيها معناها حاجات بتاع نزيف ولا كذا فهمتني معناها من غوصة سغيسك نحطوا معناها شكاير بتاع دم غزارف وكذا فهمتني هذا الإطار العام اللي اللي نعملو فيها العملية تمشي المريضة لجورجي صايمة فهمتني الدوسية بتاعها لالدكوشمان كذا فهمتني يقع بيانسور فهم من السبسيد بتاع الزون بتاع العملية تصير فهمتني انغزاج ويناسبسي فهمتني وتدخل للعملية يقع نعملو التخدير الموضوعي غشي أنستيزي ومبعد نبدو عندما يبدو البنج جاعة المفعول بتاعه نثبته لكون البنج أعطاه المفعول بتاعه وننتلقو نعملو الشق على مستوى الجلدة وما تحت الجلدة فهمتني حتى نوصل العضلات بتاع البطن فهمتني نعملو شق على مستوى الرحم كذلك ويقع إخراج الجنين بسرعة ومن بعد فهمتني أن قصو الحبل السري صحيح نعم كلامباج بالنسبة للحبل السري ومن بعد يقع انتزاع المشيمة ونخرجوا المشيمة كاملة بتاع الحال ومن بعد فهمتني نعملو الجدار الرحم يقع رتقه بغرز معناها صلبة شد شهرين وثلاثة باش الالتقام متاع الجدار الرحم يكون بشكل سليم وبعد نعود ونسكر جدار البطن ونسكر الجلدة ونعملو فهمتني الضمادة فهمتني هذيك اللي تقعد بتنجم بتقعد بيها المدة عشر القيصرية متجم معناها حاجات معناها بالنسبة بالنسبة القيصرية قول قالت وقتش نلتشق للولادة القيصرية هذي ولا ساعات تصبح في حالات استعجالية لا صحيح فما تنجم تكون مبرمجة اذا كان يكون معناها اللجوء اليها اجباري فموضعيات مثلا الصغير فخر حجم الصغير كبير وزنه كبير بالنسبة للمقاييس الحوض 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 أو الفوتو البيان القيصرية الراس بعيدة ياسر على الحوض ومن الجم يتعدى بأي شكل من الأشكال فموضعيات مثلا يكون بالعرض التعليم أو المقعد التعليم أو وضعيات تكون في المشيمة قبل الصغير المشيمة المنزحة البلسانتة بخيفية أو البلسانتة الخيطة تدوم لكل وضعيات تستحيل فيهم الوليادة الطبيعية معناها الأمور واضحة فما وضعيات تهم زادة صحة الأم مثلا وقت الذي يبدأ تنسيون طال عيسر منها منها يختار على حياة الأم نضطر أنه إذا بد نولده المريضة في أقرب وقت وكذا وفي الوضعية هذه بالذات نجب حتى ساعات نولدها حتى قبل وقتها لأنه خاف على حياتها وكل شيء وبعد بطبيعة يقع العناية بالصغير والإنعاش بتاع الصغير وكذا معنا نحاول وأن فما وضعيات مستعجلة مثلا كما النزيف يكون قوي فما وضعيات معناها تهدد حياة الأم بشكل مباشر ويجعلنا باش نعمل في الوضعيات هذه في بعض الحالات نجم نعمل البنج الكامل لخذ البنج الكامل هو البنج معناها للوضعيات التعال نزيف خاصة وقت لكم فما بلاسنتا بخيفية ولا إما طرم قد تخلو بلاسنتا ولا كذا هذوما فما وضعيات معينة معناها نخاف من الموديفكاسون أموديناميك بتاع الغشي دونك هذوما وضعيات نجم ونعملوه ويزمنا ماذا لم في دقيقة ولا دقيقتين خرجوا الصغير فهمت معناها معناش حتى الوقت بش نعملوه لغشي وكذا فهمت فهم وضعيات معينة تبقى معناها البنج الكامل والبنج العام مهم لها فهمها وضعيات مثلا اللي عاملة من السيزاغيان مرة ولا ثنين ولا ثلاثة كيف كيف تكون مبارمجة الولادة معناها لأنها بشتول بالسيزاغيان صحيح بعد مرة واحدة نظريا المكانية الولادة العادية موجودة رغم أن الريسك أكثر أنها تول بالسيزاغيان لكن بعد دوسيزاغيان تولد ديما الولادة معناها بشكل معناها إيتيغاتيف معناها سيستيماتيك تبدأ بالسيزاغيان فهم برشة معطيات مثلا صغير يبدأ ناق سياسة في الميزان معناها الأفضل أن ننوالدوه بشكل لأن الانقباضات متاع الرحم هذي كانت تعبوا يولي معناها ينجموا حتى نفقدوه أثناء الولادة وكذا هذه الحالات المبارمجة ولكن ننجموا ننطلقوا في ولادة عادية ومعطيات الولادة العادية لكل متوفرين ولكن للأسف أثناء المخاذ يولي فهم النبضة بتاع صغير ينقص يكون مثلا فما نكوردون داير به وإلا فبني الراس مهوش قاعد يهبط وإلا عنق الرحم مهوش قاعد يتحل هذو من الكل ولا قاة تعبت معناها فبني معادش إفكاس لكونتراكسي معادش في الحالة هذه نولي ونلتج بصورة معناها ثانوية وبصورة استعجالية للولادة القيصرية لأنقاذ معناها صاحة الجنين وصاحة الأم كذلك هل يبدأ في وقت الولادة الطبيعية الحبل السرية بتقبل البيبي هل يمكن تزيد الالتج للولادة القيصرية وإلا لا هذا ما نسمى مهوش قاعد ينقص معناها مهوش قاعد ينقص معناها عندنا قبل 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 ينقص سرير سرير هذا يسمى معناه مهوش قاعد ينقص جملة قبل السرير معناها تبدأ ويزلق معناها قبل الراس يبدأ ينقص بالراس وإذا منهز الراس باش ما ينزلش على الكوردان باش يقعد يتنفس حتى يخرج الصغير إذا كان صارت الأمور مريق لو البابي لباس الحمد لو الأم لباس طول بعد العملية شنو الحاجات اللي زما تصير وإلا لا يقدر لغزك اللي نجمو يصير وإذا كان فهم حاجة تفا ما متعددش مليح بعد نتوف السيزاريين بانسور عندنا إنسان فزيكال تقعد ذلك وإذا كان نعملوها لتفرغ كل شي تقعد أهم حاجة نراقبها هي النزيف في الساعتين بعد الولادة تقعد في الصال de غيف في المريضة تحت المراقبة الطبية تقعد منطر 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 كذا نراقب لغلوب يتغام لغيت 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 لا يوجد نزيف لا يوجد كذا أهمت المرأة في القيصرية تفقد تقريبا لترا دم في الولادة العادية تفقد نصف لترا ولكن هذا بشكل طبيعي لا يطلب حتى شي لا يطلب زيادة دم أما في حالات النزيف اللطف أو شي هذي هذي حاجة أخرى أو لي ترا دم الإذاعة لا تتتعاوض معناها بالأكل وكل شي معناها معناها تعاوض طبيعيا معناها ما تتطلبش معناها زيادة دم أو كذا لا ما تتطلبش فاهمتني دونك تقعد ترتاح ما تكلش بيانسور فاهمتني في الحتاش فاهمتني معناها يصير لترانزيت اللي سورة غيطابلي وكذا فاهمتني معناها التغذية بتاحها تصير عن طريق المصل معناها البرفزيون فاهمتني بعد ما تنتهي مفعول التخدير نعطيها المساكنات اللازمة بصيفة دورية بالطبيعة مع التنسيق مع الطبيب التخدير ولا نعاش فاهمتني فما مضادات حيوية نعطيوهم للوقاية من التعفونات والاتهابات وكل شيء في الليل تأخذ حقنات السيولة للوقاية من التخثر بتاع الدم هذية باش أونيفيت التجلطات في الأوعية وكل شيء معنا ليفليبيت لزومبولي بلموناغ وكذا هذي في الولادة الطبيعية ما نعطيوهش هذي ما نعطيوهش فاهمتني نبداه في الليل ننصحوا أن معناها تبقى في في وضعية معناها اللونجيه تندون 24 هار فاهمني واللوفي يصير إن شاء الله من غضوة نحيو الصندفزيكال واللوفي معناها يزم يكون معناها فما مساعدة معينة ما تقومش وحدها خاطر تنجم الدوخ تنجم يبدأ عندها الأوجاع من غضوة وكل شيء باش نعطيوه والأدوية بتاعها وكل شيء فاهمتني هذي هذي تقريبا المضاعفات متاع القيصرية هي أساسة ما عندك النزيف حاجة ممكنة التعفونات ولا الالتهابات اللي تنجم تحدث التساقات على مستوى المبيض على مستوى أنبوب الفلاب على مستوى الأمعاء هذي تنجم مش الأمعاء الفلاب وليح تنجم تتساقات بشكل حمل مرة أخرى تنجم صحيح تعطي معناها صعوبة شوية في الخصوبة المرات الجاية ممكن تنجم تصير دي بريد فاهمني تعملان سندروم وكلوزيف ولا كذا على مستوى الأمعاء وكذا فاهمتني فما التجلطات بتاع الدم هذو ما كنا نحكيو فيهم فاهمتني هذي يزد حاجة ممكنة الولادات القيسرية فاهمتني خاصتان كيدي عددها كبير تنجم تقوي في الفريقنس تاع البلاسنتات أكريتا هكا المشيمة الملتسقة اللي تدخل في العضلة تاع الرحم اللي ما أنا ترتب عليها فاهمتني في بعض الحالات فاهمتني أنه يجب ما تنجمش تفصل بين المشيمة والرحم في التولي يزمك تنتزع الرحم كل مثلا فاهمتني دونك هذو ما تقريبا معناها المضاعفات والمخاطر بالنسبة للصغير فما حاجة مهمية سرية لدي تخيص 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 أولا لابد أنه معناها التار ميكون بخيسي كي ما قلنا إذا ميكون معناها ثبتين بالقدام التار ما نوالدوش قبل 39 سمان دامانوغي تفهمني؟ خاتر الرزق دي تخيص كبير ولكن حتى ساعات كي نوالدو في 39 سمان على خاتر في الولادة القيصرية في الولادة الطبيعية شفم يفم الكانتراكشون يتورين لانقباضات هذوكم كل مال موجود في الرواري يخرج بحكم الكانتراكشون هذوكم وفماني سيكريسيون دو كاتيكولامين عند الصغير بحكم الاستخيص بتاع الترافاي يخليه وقت اللي يخرج بالولادة المهبلية يخرج معناها فيجوغو فهمني يتنافس بالقدام يكون في الولادة بالقيصرية الماء هذكا الفرواري فهم في بعض حالات يقع انحباس الماء هذكا فرواري وفهمني ويترتب عليه فهمني معناها فمصعوبة في التنفس في الأول ياخذ بعض ساعات ساعات الصغير ونعطيه اكسيجان وكذا باش ينجم يخرج كلمة هذكا ويرجع معناها يتنفس بصورة عادية ما هوش حاجة معناها مخترع فهمني ولكن معناها الحاجة هذي موجودة موجودة في الكنسات بتاع الولادة القيصرية بيأسكو في الولادة القيصرية نجم يصير انه مبعد معناها الأم تولي تنجم تفعل شوية البولة ما عاش تنجم تشد البيبي متاحة أصحيح هذكو تنجم تصير حاجة هذي وإلا لا الحقيقة تنجم تصير ولكن تصير أكثر هذي في الولادة الطبيعية السلسل البولي وعدم التحكم في الغاط معناها الانكنتينانس آنال وانكنتينانس ارينير هذو ما يصيروا أكثر في الازاكوشمون نورمو خاصة الوقت اللي يبدأ بالمعون معناها كوشمون تخوماتيك شوية علش على خاطر البروغرسيون بتاع الموبيل فتال هذي كهي اللي تحدث تمزقات وتحدث اللي لجامون يتحلوا بزايد شوية وساعات حتى ديدي الشغير هذوكم هما اللي يحدثوا الانواع هذي من المضاعفات ولكن في مكثر الحالات هذوما يصون ريكوبيغابل معناها نعمل تأهيل وظيفي العضلات الحوض يكون باهي وكذا يرجعوا لبس ما همش بخطرين إذا ما فهماش ديدي الشغير كبار فهمت ومعناها دي الشغير كبار وكذا معناها يدل اللي كونه تقييمنا للولادة الطبيعية ماهوش ماهوش سليم هو شنوه هذي نرجعوا ديما إذا كان كافة معطيات الولادة الطبيعية موجودة فإن الولادة الطبيعية هي أحسن طريقة للولادة أقل تكلفة أقل دولار من غدوة تقوم تروح فهمني حتى بعض الولادة حال مشاكل فهم يعني نعملوا تأهيل وظيفي وكذا فهمني يرجع كل شيء لباس ونمور كل بس وتنجم التولد بعد شهرين مرة أخرى تنجم التحبل مرة أخرى بعد شهرين فإذا كان فهمني معناها فهمة إشكالية وفهمة كذا لتولي الولادة القيصرية هذك هو موقحها موقحها هو للسلامة بتاع الصغير وتعلم من فبا فوغسي لتولد الصغير فهمتني بإنعكاسات كبيرة وبالفورسابس ومعوج ولا تعمل في البيغيني وكذا ونعرضوا معناها صحة الأم وحياتها أصلا الاختار هذك هو الموش باي باي هت دا طوي نعجل شوية بعد العملاء على خاطر كي ما شفت في الميكرو تغطوار هذول يتفن برشا حاجات غالطين ولي دول يتقالوا بخيس كل كل غالط معناها في الميكرو تغطوار بعد العملاء دا شهيتنا بداو بعد وقتش من وقت نجم تعود تحبل خاطر في الميكرو تغطوار قالوا بعد عامين 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 لحقيق ياسر ما احنا نقوله عام لأنه هو الجرح الشق عالمستوى الجلدة يلتقم بعد خمسة شنيو باي هو ما قالوا ست شهر باي لا بنحكيلك عالجلدة باي الجرح الداخلي عالمستوى الرحم وكذا الالتقام بتاعه عادة ثلاثة أشهر ما اكثرش باي ودوك احنا كاما احنا ننصحوا أن تكون ولادة بعد عام باي وبعد الولادة القيصرية جني غالما دولي حتى بعد العملية الكل يمرجوها المرأة في الميكرو تاكل كن لازار تاكل كن مسوس ما ماتين ألف حاجة ما عندكش الحاقتك لا أسكو صحيح هيدا ولا الحقيقة لا ما هوش صحيح الفايدة هو مثلا في اللايمات الأولى وكذا احنا ننصحوا أن بالسوائل فمتلوش باش تخنزيت معنا يسوغيتابليفيت ولكن ننصحوا زادة أنه تصير فما ينصحوا قبل العملية مش الواحد ما يطلق لهوا في الساعة وتخنزيت لسوغيتابليفيت وكل شيء ما يبدأش عنده قبل وكذا تصير مبارسيح في ماء يتشربوا على مدة تنهارين وفم حقنات يتعملوا وفمتني باش معنا تصير مبارسيح ديجستيف دونك الغيطابليلو تخنزيت فيسع وتتخرج على روحة فيسع احنا بوردي سوسي معنا إيكونوميك إسانسيالما في المساحات الخاصة نخليوا ليلة ولا ليلتين ما أكثر في المستشفيات ينجموا يمشيوا نبدلوا لها الفاسمة وتخرج على روحة كم بروبلم عندها مسكناتها وكذا تولي تشربهم وستعملهم في دارها وكو وكي تخش تروح الدهرسكو عند الحق تتحرك ولا إذا ما من الفرش ما تقومش لا لابد أن الإنسان بش يتحرك وكل شي وياقف وننصحه أنه لكن الرجوع للحياة العادية يصبح بصفة تدريجية فمانا الأوجاع تكون قوية شوي في الأسبوع الأول فهمني وبعد يولي الإنسان تلزموه وتنام وكل شي فهمني يطلب في الأسبوع الأول شوية مساعدة وكذا خاصة على مستوى الرضعة وهنا فهم غلطة أخرى شائعة اللي كان التول برس زيان مثلا ما يطلع لحليب ولا ما ترضعش ما هوش صحيح ولا ينقيت راني في جوجل شونس الكعليا تاوى ديجا ياكس ما هوش صحيح ما هوش صحيح فهم دو ميزور نجبونا عملوهم بعد ما يخرج الصغير هذو ما الزوز يخليو المنتي اللي تصير بصفة فهمني موبكرة وترضع صغيرها بشكل كامل طلب ربما شوية مساعدة شكون يحطه لها شوية خطة دمجوعة شوية ولكذا كشة المزاية منفوخة ديجا لكن ما يمنع حد شي ما يمنع حد شي معناها تستعمل أدبير بتاعها ومسكناتها وترضع صغيرها وكل شي ما فهم حتى أنا إشكال وقتيش نجم تسترجع ولا ترجع لحياتها الجنسية خلي نقوله أحنا هو عادة معناها بعد على الأقل والالتئام الكامل وكذا فهمني معناها عادة في غضون شهر كتكون معناها الأمور كل عادية معاش عندها أوجاع الأوجاع تبدأ منها بسيطة فهمني ويكون كل شي معناها عادية نجب نجابه على السؤال اللي نكونا بش نبدأوا بيه أحنا اللي قالوا في الميكرو تخطوار اللي توبة بلزو ما هو اللي حبه أكثر سيزاريان واللي توب تاع سيزاريان في تونس مرتفع باربور البولدين سيخن خلن يقولوا أوروبية أخرى أسكو صحيح هذا أو ألا لا هو الحقيقة لا هو الحقيقة لتندانس هو أنه معناها اللوتو مرتفع أو عنده تندانس للارتفاع في العالم كامل في العالم كامل فما نجبه نفسروه معناها فما أسباب طبية وفما أسباب ثقافية واجتماعية وكذا الأسباب الطبية هو أنه معناها هناك كثير من ريسك مثلا تنسيون ولد عندنا برشة تنسيون برشة ديابات الوبزيتي فمتين عند النساء هذا ما كل يعطيه مضاعفات يعطيه 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 كل حاجات تخلي أنه اللجوء للولادات القيصرية تكون أكثر بحكم مستخس بحكم الانفيرونمون الاليمانتش وكذا هذا ما كل حاجات معناها لفهم معناها تبدأ التفاع وكل شيء لأخر وقت وكل شيء فمتين معناها ما تعملش حتى ما بداش عندها وقت حتى وقفروا بحكم على كوشم وكل شيء دوم كل حاجات معناها يكثرو في لطوة الزيساريان لاميديكاليزيان معناها والدقرسزيلي بيانسويفي مفهمتني لامواندر حاجة مفهمتين في رباها في الساعة وكل شيء لامواندر حاجة ونبدو على الرسك وكل شيء فمه مفهمتين ويان ميديكو لغال اللي ماهوش فاورابل للبرز الرسك لأن معناها في علم الولادة فهمت في علم الولادة فمه معناها فمه قواعد وكل شيء ولكن ماهوش علم صحيح مافهماش حتى لوجيسيال رغم اللي كان رمقعدين معناها فمه معنا محاولات بتادي بورسنتاج بتاع النمراء نجم تولد نورمال ولا ولا ما تولدش نورمال هذا هو بيت القاسيد هو هو لتتبليغ un pronostic de couchement فمه ديز إليمان نعملوا عليهم un pronostic de couchement ماهوش معناها واحد مع واحد يسوي اثنين معنا التقدير بتاع الطبيب يقعد حاجة مهم ياسر والخبرة بتاع الطبيب تقعد مهم ياسر فهمتني أنا فهم بعض حالات تفهمتني وقت نعمل الفحص ونعمل نعمل كل شي نعطي نقول نقول نسبة الولادة العادية راي ضئيلة جدا وهذا يصار لي في 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 معناها في حياتي المهنية وتناجم المريض ما ساعة في بعض الأحيان خلص مريض مثلا ما تبعش معايك برشة وكذا فهمتني ما تعجبوش التكهون هذاك بتاعك وكل شي يمشي يبدل لطبيب آخر ويعمل معناها وما يولد ويعمل سي زغيان ويرجع لك يقول لك قتلي وقتلي وقتلي معناها فما الهدف الأولاني بتاع الطبيب راه هو سلامة الأم والصغير هذي نبدأه واضحين هذك الهدف الأولاني تبقى تقديرات فما معناها فما كما قد لك لزليمو هذوما التقييمات هذوما والتقديرات بتاع الطبيب حسب خطرنا نعمل مع المريض وقت المريض خاصة أنا بالنسبة لي خاصة البريمي بار معناها البكرة منها يزم نعمل المستحيل بالنسبة للبكرة ونصبر عليها اللي يزم ونصبر عليه بشتول النورمال خطر إذا كان مولدوش نورمال في المرة الأولى نجم ونقول لك تقريبا حياتها كل مشتول تزغيان نحن نقوله طيغيك مو ممكن طول النورمال وكذلك لكن ما عشت نجم طول النورمال في مكثرة الحالات هذا عند 50% مش طول تزغيان حتى يندخلوها بار فباس 50% منهم موالدوهم موالدوهم بار سيزغيان إذا كان نحب ونقلص من عدد سيزغيان يلزم نعمل مجهود على الولادة الأولى الولادة الأولى نصبر عليها أقصى ما يمكن ونحاول معناها نجحها إذا نجحنا الولادة الأولى الولادات اللي بعدها يصوروا بشكل طبيعي كل شيء فهمتوا حاجة مهمة ياسر رأى لغاجل تقعد هي الولادة الطبيعية والاستثناء هو الولادة القيسرية هي توجد معناها معناها بوغ كمبلتي فهمتني و بوغ سيبلانتي لغيسك بتاع لفواباس فهمتني أما تبقى ديما لغاجل تبقى ديما معناها النجاح الأبستطرسيان في أنه يولدها بصورة طبيعية بما يطلب ذلك من ومن ومن مرافقة ومن كذا نعطيك صحة دكتور غالي خليك على توضيحات هذه الكل نعود في فكركم الموضوع اليوم هو الولادة القيسرية مرحبا بتليفون يدكم نبدأ مع أول تليفون من بن عروس معنا سارة مرحبا بيك سارة عسلامة مرحبا تفضل مرحبا مرحبا تفضل مرحبا عايش عايش اي 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 اربع مرات اي اي اربع مرات ولدت سيزاري اي 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 والوقت موانش بعد على بعضها معنا بين كل غازيس وغازيس قدي اي وبين صغير ولول والثاني عامل وبين ثانية وساعة عام اي اي والرابعة منفر اي 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 اعمالي جتيخ هم مباشرة اي 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 عمالي تربط اي 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 مقلقتني عمداخر فمسي حسنا منها هي بو هاي في زرين طعب وكل ما حسيت باخراني هيلي مقلقتني حتى طوى فمسي تيعبها بدنيا ومشكل عادة فمسي فيش ما عش اكتني اللي قتل معليها ما مش فهمها فمسي فيش طعبتني عشنا نجم مثلا نطبط بالدين عشنا نعمل اكتبتي عشنا نعمل اكتبتي فيها مقلقتني عمسي ما عش كانت دكتاري مجم بو نجم حتى ينصحني كي مش نسرت قطبو عربعة مريض طعب بالنسبة لهذه هي زادت اعطتنا فكرة القداش النجم ونعملو القيصرية من ولاده هاي هو الحقيقة ما فماش عدد ابسولي معنى النجم نعملو اخي طنك الصحة تستحمل باي انا انا مذلا ولدت خمسة وستة بالسيزغيان عادي ان شاء الله الفايدة مش العدد الفايدة في معنى كتب ده معمولة بلك ده ونظيفة وكل شيء والسيكاترية ده بون كاليتي وكل شيء نجم ونولدو بها عربعة وخمسة وكذا احنا في المطلق منصحوا ما اكثرش من ثلاثة لكن اللي حب فبديو تبدأ معناها مع عطبيب وكذا يكون شاف السيكاترية وكل شيء ده بون كاليتي وكذا ينجم يزيد ويولد بالقيسارية الكنديسي الوحيدة هي ان السيزغيان دي ما يزمها تصير ان دور دو تخفايش معناها معناها افخوا قبل ما يبدأ فما دي كونتراكشون علش خاطر هي لسيكاترية سيت نزون دو فبليس وقتاش تتحل هي وقت اللي يبدأ عنده الحس خاطر وقت هالبريسان في الرحم تقوى وتنجم اللطف تتحل السيكاترية سمحني تتحل حتى بعد عامين ما تذكرت معناها دايمان سيت نزون دو فبليس نجم تتحل لكن بكثرة العملية تتحل معناها باسرع معناها تتحل في ساعنا في بعض الحالات نعمل السيزغيان افخوا ما فماش لو جاي على فم حات شي وكنجي نحلو تلقى السيجمون انفغيير معناها رهيف عالاخر كيما ورقة السيجارو معناها وكان هذيك الدخل تتخفاي من من الكنتراكشون لولا ولا الثانية تحل السيكاترية بتاعها تقريبا فهمت اكي هذك الاحتياط اللي يزم يسير يزم نعملو اذا كان عند خستان برشا سيزالينات فهمني يزم نعملو العملية قبل ما يكون فما دي كونتراكشون معنا نقدمو حتى فيها شوي ساعات ناخدو امتي ريسك معنا في الثرانة ويت سمان مش في الثرانة نوف الخطر اذا كان شدها الحز في دارها تنجم من دارها للكلينيك ولا السبيطار ولا كده هذوكم الكنتراكشون يصيرو نجمو حتى ساعات يحلو السيكاترية وكده بش نكملو نجاوب ويقعد معنا جست سار خطر عنا فاصل طيو نعود وفاكركم اللي موضوعنا اليوم هو الولادة القيصرية مرحبا بتاليفونيتكم على الوحيد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف رجعنا لكم من جديد مرحبا بتاليفونيتكم على الوحيد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف موضوعنا اليوم هو الولادة القيصرية كم نجاوبو سار دكتور بالنسبة للسيدة سارة الأوجاع اللي سايري لها وكل شيء نجمو فسروهم بأنه ربما فم التساقات بحطر قد ما نعملو عمليات فبني يكون فم التساقات ينجمو يقلقو شوي ولكن اعتقادي بالنسبة لليغاتور دي تخمب رأي ما تعمل حد شاي لليغاتور دي تخمب شنيه ست بناخدوا بان فيه لنغزور بابل ونربطو للي تخمب يعني من الحقيقها لليغاتور في حد ذاتها ما تعملش وجاية ما تعملش وجاية ما هوش ما هوش تفسير معناها عضوي كافي تبقى انا نعتقد اللي كونه معناها هذي التأثير نفسي انها معناها الربطان هذي وانها تعرف روح معاش نجم جيب وكذا هذي مؤثر عليها نفسيا اكثر منه عضوية هذي هو وينجم نكون زيدة خطر ما شاء الله معناها جبت اربعة صغيرات اربعة عمليات اربعة صغار بشتلهاي بيهم ما في شك شوف عن داري بكش تخدم هذي خسترنا على التعب وعال كذا صحيح وعالانيمي ولا كذا فهمت اما بالنسبة للاوجاع وكذا معناها اكثر فهمتني اه على الاحساس انها معاش نجم جيب صغار ولا كذا هذي هذيك هذيك اكثر منه اكثر منه حاجات عضوية اه 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 يعطيك صحة نمشو لصوصة معنا نوهاي مرحبا بيك نوهاي اه يا عسلامة مادان مرحباي لله تفضل مادان عبدالكلشان حظيك على البغلين ازيادك الصحة بالحق رمان بذيذ منه برسحة هذيك هاي بيه الحمد لله عايشك لله تفضله يا عايز اه عسلامة دكتور عسلامة مرحباي نوهاي يا عايز اه بردي انا نحبها نسلك انا ولدت زيد ولادات عادية اه 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 عادية بالغرض معناها اه ،ش اه ،ولدة ثانية قد بدي من حينة اللي ولدت تعلمناها ما عاش ناجم تحكي في كطير من ثاني اي سغيل!! ولا خيس من حينة اللي ولدتي الثان مهام ولادة عادية الثانية اسكآ كما سألتك انا expecting ما عاش ناجم تتحكم في الا اه اه قد ابحا Chance تحكي في الاولام سريحة sen اه ، فليلدة الثاني الجسد ببداية من الولدها الثانيcan اي ، ما كلمت تتبقى عليهم انتي ولا ما كلمت ش disadvantage ماذا تبقى عليك؟ إنه طبيب العادية جزا حاجة الوحيدة اللي نتخطي باك كون يمشي مع مصنع كهو مستطيش حط الوائف تمشيت عم شنو سمحني تأهيل الوظيفة تأهيل الوظيفة مهم ياسر مهم ياسر فهمتني فهم حالات فهمتني يكون التأهيل الوظيفة فيهم كافي ولكن مثلا إذا كان فهم يندي الشغير كمبلاتي كمبليكي ولا فهمت معناها سفنكتاغ ممسوس هذا يجب معناها الرطق الجراحي يجب معناها سفنكتاغ هذاك يجب معناها جراحيا فهمتني فهمتني؟ هذا التقييم هذا يصير معه الطبيب المباشر فهمتني؟ مهم هم هم العلاجات الممكنة دكتور إس كي صحيح خطر لقيت في جوجل أنه البارتية متاسقة تخيصة ديك اللي مرة ما عاش تحس بها البارتية ديك إس كي صحيحة أو إلا لي؟ صحيحة صحيحة لأنه فمن ديكولمان الفيبر معناها سنزيتيف وكذا يصير لهم معناها يبدأوا إتغي ويبدأوا حتى ديلاسيغي وكذا فهمتني؟ ولكن من بعد السنسيبيليتي هذي كترجع لي معناها سا بخانوا ترجع عبر دو تخو موات فتبدأ مدبسة في الأول ومن بعد الركوبير في السنسيبيليتي نسيت وانت ذكرتو بغتلي تحكي أنت من بكري على السيكاتخيس اللي تعاودوا ديما معناها ديما تعمل في العمليات القيسرية نورمال ما عاش مخي قالي أنا تبدلوا البلاسة متاع السيكاتخيس وإلا نفس البلاسة هذيك هي تعاودوا تشوق عليه؟ نفس البلاسة لماذا خاطرين نلقيت؟ لماذا خط بالطول وخط بالعارض في الولادات؟ لا لا فهمت فهمت خاصة قبل كنا نعمله بالطول عمودي كل أفقي الخط الأفقي أولا لا يظهر في البلاي بالضبط لا يظهر بالكل ويقعد خطها كما خط السيكاتخيس يظهر أكثر من السيكاتخيس هذي حاجة لا يظهر أكثر الخط العمودي يعمل تتحل وتوالي فهم إغني ويجب يعمل ساعات بفتق ويعمل بلاكة يلزم الخط الأفقي لا يظهر أكثر ولكن نحن ديما نحن نقوم بسيكاتخيس نفسها ما عملت بالعرض نخدمه بالعرض على نفس البلاسة وش نعمل خريطة؟ عشان قولي نقول قيل ما وجرح تحل خليه يتلم على روح ونحل وجرح يخل لا هو ملموم ما بدينا السزارة الثانية كان ملموم نقضي عليه هو بشتخل نعم بني نمشي والبن عروس معنا عايدة مرحبا بك عايدة عايشك مرحبا أختي هيجرو مرحبا بيدكتور ربي جزيز كل خير إن شاء الله يا ربي يا عايشك مرحبا دكتور فرحانة برشا سمعتك تحكي أنا أول ولادة ولادة عادي نرمال بعد ستة سنين جبت صغيرة آخر ولا عندي تنسيون الولدة ما حبش تتحل الوالدة ما حبش تتحل ومعنيت عا حالتي ادهوت شوية وليت عامرولي في زرية ديريكت بي؟ أنا ديجان طوا عاملة ثانك في زرية الحاجة اللي بقلقتني دكتور على فكرة هي العملية بالطول إني تملت عملية أخرى خاطر صحت مرة أنا حبلة وطلني فتق تمت عليك تمت عليها عملية أخرى طبعة للفتق تمتني؟ شوية ديما وليت ديما خايفة على كاشي نقل حازا من معنية متقلق من عاش اسكو معنية العملية تتعلق بالمعنية البلوجية عم تع الظهر وبالجنب ديما ظهري مقلقني وجنبي من بعد العملية تزوم؟ بعد العملية تزومي بي؟ اسكو يعملو هما ديجا وبرشا نسيد ديت سيلو اسكو سيزاريين تعمل مشكل في الظهر ولا؟ وذيجا متحاعلش التعب انت مع التعب ما عادش من التعب كما قبل المعنى كما كنت قبل هذا حاجة طبيعية ولكن هذا اللي 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 تحس بيه من كل ناتجين على الفتق مو ناتجين على مو ناتجين على المعنى الفتق كيفاش بش يعملوه؟ عملو لها بلاكة بلاكة شمعناها هاي؟ كما تقول انت كما تدال لها كما تقول انت خوخت نحطوا لها الحديد هاي كاك كما يخرش؟ بلاكة باش تكسحها شوي ولكن ما هوش ميسكل جديد هو نحطوا لها ميسكل جديد لانا مش ميسكل جديد وما نجمش نخل نظر على هميسكل جديد لميسكل بتاعها طابوا ضعف وياسر بحكم الولادات وانا متأكد اللي كانها مثلا ما عمتش لغيه ادوكاسيون بعد الولادات بتاعها لكي لغيه ادوكاسيون تأهيل وظيفي حتى بعد السزارين بعد السزارين وبعد الولادة المهبلية زوز وانا عملوا تأهيل وظيفي للكرش وللحوض هذك يخلي معناها هذك حاجة مهمة بالنسبة للأوجاع على المستوى الظهر وكذا الحقيقة بالنسبة للغشي وكذا ما عند حتى علاقة ما عند حتى علاقة بال ما تعملش أوجاع في المستوى الظهر وكذا ما تخلفش الأوجاع هذيته مباشرة مباشرة بعد السزارين اما بعد لا يعطيك ساحة نشول اسفيقس معنا سينور الدين مرحبا بك سينور الدين الو انا يخليك سيدي مرحباية فاضل اشتحارك يا دكتور مرحبا سينور الدين حاول تترب شوي بش نجمون اخلتوا نجاوبوك حتى الوقتو في فاضل حبيت عندي الأسئلة للدكتور انا سمعتك مبكري تحكي قلت مرحبا اه السغيل الثاني السغيل الثاني حابت نعرف يا اخي السيزارين فيها شوي ان المرأة ما عاش تنجب ولا كيفينش معناها ما عودش انجبت والدورة الشهرية مرحبا مرحبا مرحلت بي من الفين وخمستاش قاتلوا عليه ما عنديش دورة وعندي الحكاية كل مشاكل ورجعنا رجعنا عدينا كذا فما يقول لك ما يعطونيش مبرر صحيح وفي محبوش يعطوهون مصبتار في اصفاق مازلت نصد دقيقة دكتور بش نجاوبوه نحاولو نوشوه بالنسبة الحقيقة معناها انها ما يرجع لهاش الدورة الشهرية بتاعها معناها فهم مشكال فهمت فهم مشكال هو قال خطر فهم نزيف وكذا ربما من عش ربما النزيف هذاك هو اللي متسبب ربما وقع وقع انقاذ حياتها ونحاولها الرحم ولا كذا نجم يكون فهمت 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 نجم يكون هذاك يفسر انه الدورة معاش تجيه وانه ما جابتش من وقتها فهمت 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 يعطيك صح دكتور غلاي خاليك احنا وصلنا بخطيك من الاخر الاميسيون بتاعنا اليوم وكان بحدينا دكتور خالد بودراع طبيب مختص في امراض النساء والتوليد والمساعدة للانجاباتك صح دكتور غلايك شكرا شكرا جزيلا نهاجر اعيشكا نسال مباشرة على شايمة في الاعداد مرسي الامين في الاخراج ومرسي لزملائنا في ايافاما تيفي كانت معكم هجر الحنيشي باي باي في الامنا تخيل عن